اتقوا الله وساووا بين أولادكم فلا يحل الرجل أن يؤثر بعض أولاده على بعض في العطية إلا لموجب وهذا الموجب مثل ما إذا كان بعضهم أبر به أو أفضل أو أكثر حاجة كما إذا كان له ولد مثلا مشلول أو له حاجة خاصة أو هو المتزوج من أولاده ويحتاج إلى نفقة أو له بنت مثلا مطلقة وما لها دخل فحينئذ يهو أن يؤثرها لما ثبت في سنن يبي داود وغيره أن أبا بكر الصديق قال لعائشة رضي الله عنها عند موته كنت نحلتك جذاذ خمسين وسقا من نخل الذي بالعالية فلو كنت حستيه لملكتيه وأما اليوم فإنما هو مال وارث فعائشة هي أفضل ذرية أبي بكر الصديق وكانت تنفق على كثير من الأيتام والأرامل والفقراء وهي أم المؤمنين فخصها أبو بكر دون بقية ورثته بعطية ولكنها لم تحسها فبطلت العطية ليس لسبب أنه لا يحل له أن يخصها بل بسبب أنها لم تحسها فلذلك إذا كان الوالد رحمه الله أعطاه هذا المال لأحد أولاده دون الآخرين وحازه في حياته وأصبح الولد يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه فالإذم على الوالد الواهبي والمال أصبح ملكاً للموهوب له طيب لأنه حازه المال أصبح إذا حازه في حياته أبيه للولد إلا دار السكنة دار السكنة التي يسكنها الوالد إذا وهبها لأحد أولاده أو لإحدى بناته أو لسوجته فإنه لا يتم ملكها إلا إذا خرج الوالد منها ومكث سنة لم يدخلها عند المالكية المالكية يشتريطون في هبة دار السكنة أن يخرج منها سنة لا يدخلها ويتصرف فيها الموهوب له فحينئين تصبح ملكاً للموهوب له بعد تمام السنة أما قبل ذلك فلا تصح هبتها أما إذا كان الوالد كتب هذا الكتاب فقط لأحد أولاده ولم يأخذ الولد المال ووجد الكتاب بعد موته فلا عبرة بهذا الكتاب لأنه وصية لا وصية لوارث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث